تحول الحمار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أيقونة سياسية وعلامة تجارية تدر مئات الملايين من الدولارات فالشعار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الأمريكي تحول إلى رمز للثورة والتمرد منذ عقود طويلة بدأت قصة الحمار مع الديمقراطيين عام 1828 عندما اختر المرشح الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة أنذاك أندروس جاكسون شعار لنترك الشعب يحكم واختر جاكسون حمارا رمادي اللون جميل المظهر وألصق على ظهره شعار حملته الانتخابية وقاده وسط الكرة والمدن المجاورة لمسكنه من أجل دعاية لبرنامجه الانتخابي في المقابل سخر منافسه الجمهوري من هذا الشعار ووصفه بأنه شعبوي وليس قريبا من هموم الناس وفي عام 1870 تحول الحمار إلى رمز سياسي للحزب الديمقراطي بشكل واسع النطاق عندما عمد رسام الكريكاتير توما سأنا استختيار حمار أسود اللون كرمز للحزب الديمقراطي يتبارز مع فيل جمهوري مظعور ومنذ ذلك الحين أصبح الديمقراطيون يفخرون بحمارهم بل ويدللونه عبر تنظيم مسابقات لرسم أفضل بورتريه للحمار الديمقراطي وإطلاق أفضل الشعارات السياسية التي يمكن أن ترافق صورته أما فيل الجمهوريين فترجع قصته إلى عام 1860 حيث كانت الولايات المتحدة عبارة عن شبه قارة مقسمة بين الشمال والجنوب لكن إبراهام لينكلن قرر خوض غمار الانتخابات في تلك السنة أملا في توحيد البلاد أو التقليل من حدة الانقسام على أقدير وإبانا تلك الفترة ظهر الفيل كشعار للحزب الجمهوري لأول مرة في دعاية سياسية مساندة إلى لينكلن في هذه الانتخابات التي فاز بها بالفعل وتحول الفيل إلى شعار سياسي للجمهوريين عام 1870 وذلك للدلالة على كثرة المال لدى الجمهورين بالإضافة إلى صوتهم الانتخابي الوازن وما بين الحمار والفيل يتوالى السباكو على مر العقود بين الحزبين للفوز بكرسي الرئاسة وسكنة البيت الأبيض